عم بواصل سعر صرف الدولار مقابل الليرة تراجعه من مبارح بالسوق السوداء فمن بعد ما كان وصل لمعدة الاياسة ببلوغه عطبة لعشر تلاف ليرة لبنانية اتراجع اليوم الدولار لمستوى سبع تلاف علما انه بعده سعر الصرف عند الصرفين سابت على 3850 ليرة للشراء و 3900 للبيع لانخفاض اللي شكل مفاجأة اعتبروا الخبير الاقتصادي جاسم عجيقة دلالة كبيرة على ان السوق متلاعب فيها وبتسيطر عليها المافيا ودع الدولة لامع السوق السوداء بثلاث ساحات موجودة بمناطق جغرافية رفض تحديدة وقال ان القوى الامنية بتعرفها كتير منيح وبهيدي المناطق عم بتم التلاعب باسعار الصرف بشكل يومي وهن يعتبروا البقرة الاساسية للسوق السوداء حقيقة انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق السوداء هو اكبر دليل لانه هذا السوق هو سوق متلاعب فيه سوق بتسيطر عليها المافيا مافيا من دار الاهديف خاصة ولكن ايضا لمصالح سياسية سواء كان الداخلية او خارجية وبالتالي هذي بتدل انه اولا على المواطن عدم الاشتراك به السوق السوداء هذي شو ما كان يكون السبب لانه رح يخسر مصرياته لانه ما بحياته رح يطلع ربحان بهذه السوق السوداء اثنين على الحكومة انه بقى تاخد هالقرار هالقرار الجدي بقمع هالسحات الثلاثة المعروفين صاروا يلي عم بتصير فيهون حقيقة افضح الجرائم بحق المواطن اللبناني يلي هي قصة الدولار والليرة نحن منعتقد انه هذا الامر بيثبت ما سبق وقلناه انه هذا السعر هو سعر وهمي ولا يحكس ابدا ايمة الليرة حقيقية مقابل الدولار من جهتها ربطت مصادر اقتصادية ومالية يلي صار باكتر من سبب وهني انه السوق عم بتصحيح حالا لان الارتفاع بالسعر مبالغ فيه انه يكون خفض السعر باطار المضاربة والتشجيعية اللي معن دولارات على بيعة او انه يكون العرض زاد باليومين الماضيين نتيجة ضخ جهة سياسية لحوالة 80 مليون دولار بالسوق ودخول العمل الصعب على البلد من خلال اعادة فتح المطار وعودة مئات المختربين اما الاهم فهوية اللي اعلنوا حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن ضخ الدولار ابتداء من اول اسبوع عبر المصارف لشراء المواد الغذائية وبها الطريقة حتنتفل حاجة لسوق الصودة بشكل كبير وبالتالي سيتحال من الترقب بسوق الصودة بانتظار التدابير الاجرائي اللي حتنعمل ومدى قدرتها على تغطية الطلب على الدولار من المعروف ان السوق الصودة لعبيت دور كبير بتدهور الليرة اللبنانية قدام العملات الاجنبية وتهفت الناس على التعامل فيها اعطاها اكبر من حجمه يلي ما كان يتجاوز بالسابق 8% اما اليوم فوصل للـ 15% فهل الانغفاض يلي صار واسبابه حيستدبعوا باجراءات حكومية اسية اترجع السوق الصودة لحجمه الطبيعي وتوقف التلاعب لا تنسوا تعملوا سبسكرايب على يوتيوب ولايك لصفحتنا على فيسبوك